صباح الخير على كل الطيبين اللي بيشوفوني في الحقيقة من خلال فيديو النهاردة حابة ان انا اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا انتم اللي طلبتوا ان انا اتكلم فيه وانا بصراحة ما كنتش حابة اتدارك للموضوع ده نهائي اعتقد الموضوع هيكون مهم النسبة كبيرة منكم بس لما لقيت تعليقات جات لي بالتهامات بالباطل قلت لأ اطلع وتكلم وارد وكمان اشرح حاجات انتم طلبتوا مني ان انا اشرح كنتم مترددة طبعا اطلع وتكلم عنه علشان كده يهمني جدا اعرف اراء حضراتكم من خلال التعليقات قبل كل حاجة هنصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام عايز اقول لكم من الاول للاخر كده انا ما عنديش وقت لأي حاجة خالص يا دوبك انا تابع القناة وبعمل ايه في القناة والفيديوهات بتاعتي وعندي بيتي وعندي قصرتي وعندي حياتي التانية فما عنديش وقت ان انا اتابع قنوات ولان انا اتابع اخبار غير النجالي كزا تعليق وده تعليق منهم لان طبعا التعليقات كتيرة تعليق من رانيا شاهين بتقولي لو سمحت انا سمعت مبارحة عن موضوع وفاة حنين لو سمحت فهم الناس لان الناس دي بتسمعلك عشان حضرتك اسلوب الجميل ايه اللي حصل بالضبط ونظام الدكتور ديوه ما فيهوش حاجة تخوف وربنا دايما يمتعك بالصحة والعافية امين يا رب واياكم جميعا انا من طبعي طالما حاجة فيها تمس شخص معين انا مش هتكلم عن الشخص دبعين وخصوصا لو كان توفاه الله فانا ابدا مش هتكلم عن حاجة انا ماليش فيها وده عمر وربنا كتبه لكل انسان وفيه اسباب طبعا للوفاة يعني الوفاة هتحصل بس طبعا فيه اسباب ليها والاسباب دي لا يعلمها الا الله والشخص نفسه وطبعا اهل الشخص نفسه فربنا يرحم يا رب حنين واللي زيها يا رب برحمته الواسعة ويصبر اهليهم بس انا اتفاجئت بالكومنت ده بيقول لي انبارح هجمتي الدكتور وقلتي انه هو منع مريض من اغد الكيماوي وكانت حالتها متأخرة حتى توفت وقلتي منعه البطاطس المقلية والنهاردة طلعة تشرحي فيديو وايه وايه المصدقية ولا الكلام امسك كان شو اعلامي لجازب المشاهدين انا اللي قلت منعه بطاطس ولا هجمت اي دكتور انا عرفت كل حاجة اللي حصلت انا لا بتاعت شو اعلامي ولا ما بسدق حاجة تحصل ولا اجرأ ان انا اتكلم على حد متوفى ومقدرش احط صورة اعتبارا لأهله ولا اتاجر ابدا ابدا باي حد سواء متوفى او سواء على قيد الحياة حتى فيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن نظام الطيبات انا بتكلم فيها عن نفسي انا وعن اتباعي انا للنظام حتى الدكتور دي العودي نفسه والصورة بتاعت الدكتور نفسه عمر ولا في فيديو من الفيديوهات حطيت حتى صورة للدكتور علشان اجذب المشاهدين ولا اعمل شو اعلامي فليه طيب الاتهامات بالباطل دي عموما حتى لو كان في لبس في الموضوع ياريت اطلب من حضراتكم مفيش اسم اي قناة تتذكر في التعليقات احنا مع بعض هنا في القناة قناة دي هوم هنا مع دينا من اتباع نظام الطيبات واكيد لما يكون فيه فيديو ولا حاجة للدكتور انا بحاول ان انا كمان الاخص الفيديو ده بالمعلومات اللي فيه مش برغي وخلاص كل ده علم من الدكتور دياء العودي واكيد كلكم طالما متابعين نظام الطيبات بتحب تعرفوا المعلومات العلمية دي سواء بقى انا ملخصاها او من الدكتور نفسه لكن طبعا انتوا ليكم كامل الحرية ان انتوا تطبقوا النظام بحزفيره او تاخدوا منه اللي يفتكم وتسيبوا اللي بيتعبكم نسبة للانظمة اللي انا اتبعتها طول حياتي يعتبر انضف نظام واحسن نظام ربنا بعتهن ولو في حاجة في النظام تعبتنا بنوقفها الدكتور نفسه هو اللي قال لو حاجة تعبتك من المسموحات هو عبارة عن شوية اكل طبيعي ربنا خلقهم لو ما فدوناش خلاص يبقى كده مش هيدرون برضو مين هيتضر بشوية رز بياكلهم او حتى شوية بطاطس الطمر لو حتى معلقة سكر مش لازم حتى نفكر في موضوع السكر كتير ونقول ان الدكتور كان قايل لنا ان احنا ناخد كميات سكر كتيرة في اليوم احنا لازم نحسبها صح عشان ما نقولش في الاخر مفيش امان في نظام الطيبات يعني مثلا في فيديو قبل كده كنت وضحت ان الدكتور كان بيقول ربع كيلو سكر في اليوم حابة بس اوضع الموضوع ده علشان لو حد ما شافش الفيديو الدكتور قال ان الجسم هو اللي بيصنع 250 جرام من الجولوكوز يومية نص الكمية دي بتروح تغزي المخ يعني حوالي 125 جرام وال125 جرام التانيين بيروحوا الجسم بيدخل في العمليات الحيوية جسمك بيصنعه يعني محتاجه يعني امان السكر له نمازج كتير قوي ان احنا ناخده بيها ناخد عصير الرز كمان والبطاطس او ناكله زي ما هو كل ده في الاخر بيتحول لسكر فهو لما تكلم عن السكر بالكمية دي اتكلم للمعرفة ان احنا نعرف جسمنا بيحتاج قد ايه من السكر حتى لو خايفين من السكر الحبيبات اللي بيبقى مثلا في مية بسكر او في عصير اللي هو العصير المعلبة مع ان المفروض منخفش لو اخدنا معلقة معلقتين ثلاث معالق خلال اليوم حتى منظمة الصحة العالمية موافقة بعشر معالق من السكر في اليوم بقى خلاص بلاش تاخدوا حاجة من دي خدوا مية بعسل ناخد عصير قصب الدكتور دايما بينصح بعصير القصب وانا هنا دايما بوريكم عصير القصب اللي انا بشربه مع الوجبات نشرب حاجات طبيعية زي الكركة دي وبنسبة الحر اللي احنا فيه ده بقى نعمل شوية كركة دي كده مظبطين يظبطوا مزاجنا ويروا عطشنا ويدونا كده بور ويتاري كده على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده بلنوتا جربت الطريقة بتاعت الكركة دي بتاعتي وبتقولي انها اصبت طريقة كركة دي عملتها من اول معرفتك فيلا بينا بقى نشوف المقادير كباية من الكركة دي يكون مخسول وصادوا كباية من السكر الحبيبات العادي جدا دي اصبت طريقة وإحنا عموما يعني كلنا كنا بنشرب كركة دي من قبل حتى نظام الطيبات ما نعرفه وما نعرفه وعارفين ان الكركة دي بياخد كمية برضو من السكر وكنا بنشربه هنحط على كباية السكر وكباية الكركة دي كبايتين من نفس الكباية اللي احنا عيرنا بيها كبايتين بقى من الميا المغلية نحطهم فوق الكركة دي والسكر ونسيبهم منقعين مع بعضها على الاقل 4 ساعات مع بعض كده يدوب السكر مع الكركة دي في الميا المغلية ونسيبهم منقعين 4 ساعات بالشكل ده بيكون عنام مركز او كركة دي مركز ممكن تخطوه في مكعبات تلج في الفريزر وتاخدو مكعب وتنزلو عليه مثلا بشوية من الميا السقعة ويبقى كده تشربوه او ممكن تعمله زي ما أنا بمعمله خلاص كده هو مركز حرفع من عليه الغطى بعد 4 ساعات هزود عليه كبايتين برضو من الميا بس الميا بقى سقعة او من الحنفية يبقى كده احنا خففناه ونقدر ان احنا نشربه في الوقت ده ونشرب في الوقت ده بقى شب كده من الكركة دي السائع المشبر ويطر على قلبنا في الصف الحر اللي احنا فيه ده وبالنسبة لاتباع النظام فيه ناس كتير جدا اتحسنت على نظام الطيبات نمازج كتير ايجابية منهم راندا جمال بتقول انت جميلة يا دينا دعاء من قلبي لكل من يشجع هذا النظام ويساعد الجميع في اتباعه ده نظام جاء لنا من السماء على يد الدكتور دياء حياتنا وعود ارهاق سنوات طويلة ربي يسعده ويسعدكم جميعا سعادة الدارين انا ليا 9 شهور على النظام طرقت العصاء بعد ما اكد الاطباء تغيروا المفسر وطرقت كل الادوية اللي اكد الاطباء اني اخدها طول العمر للقلب والسكر والضغط وداء منير ما شاء الله لك وتألا بالله انا بدعلكم في صلاتي اللهم بارك اللهم بارك ربنا يزيدلك الشفاء والعافية اللهم امين ويشفينا جميعا يا رب ومرضى المسلمين اجمعين هيجي حد يقولي مثلا مش هتشبهي سكر وضغط بكنسر طبعا الاعمار بيد الله وطبعا الادوية ارجع واقول الادوية 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 عمر في قناتي ما قلت ان اي حد يوقف اي ادوية مع اتباع النظام واخد المسموحات لازم كلها تكون بالتوازن يعني مش شرط ابدا ان كل حد مسموحة كلها ناخدها مرة واحدة لازم يكون بتوازن كده وكلنا نكون يعني اطباء لنفسنا هو فعلا جي نظام الطيبات انقص ناس كتير جدا ولو قلقانين مثلا على نفسكم ما تسيبوش نفسكم اعملوا تحاليل اعملوا كشفات اتطمنوا على نفسكم وعلى صحتكم ما تعتمدوش على النظام لوحده لازم برضو نعمل تحاليل ونتطمن على نفسنا وعلى صحتنا ما نعتمدش على النظام لوحده ولو احنا شكين في حاجة برضو ما نسيبش بس النظام هو اللي يتحكم فينا بس الدكتور كان بيقول انه طالما مش حاسس باي اعراض خلاص يبقى انت كده تمام زي مثلا بنوتها بعتتلي وقالتلي انها طلع لها يعني كان بقعة لونها ازرق كده في جلدها طبيعي حاجة زي دي لازم تروحي وتشوفي ايه ده وتكشفي عند طبيب جلدية ويعرفك ايه ده يعني مثلا عشان انت بتاكلي بطاطس ورز وعصير وطمر طلع لك مثلا الكدمات دي او البقعة الزرقى دي ولا عشان وقفتي مثلا الفراخ وقفتي البيض واللبن طلع لك الكدمات دي ولا عشان سبب تاني خالص عندك من الاساس هو اللي طلع لك البقعة الزرقى دي فلازم برضو تدوري على نفسك وتكشفي وتشوفي اتسألت برضو على البرن اللي انا بستخدمه هو برن شاهين هو ده اللي انا بستخدمه هو واسكو فيه وبيبقى من المطحنة قدامي بالضبط بيتطحن وباخده برضو من المكان نفسه حتى بيكون سخنة حتى من المطحنة هو موجود طبعا في السوبر ماركت بس هيكون طبعا مثلا بتاريخ قديم او حاجة بس انا باخده فرش كده قدامي بيتطحن وباخده ارجع لكم ان الناس كلها مش شبه بعضها والاجسام كلها مش شبه بعضها والتحسن بيكون نسبي ناس بتتحسن 100% وناس بتتحسن 50% وناس بتتحسن 80% 40% النسب طبعا مختلفة من شخص للتاني وبالنسبة للكانسر فيه ناس بتاخد كيماوي وبيتوفاها الله وفيه ناس خفت على النظام الطيبات وهم عندهم كانسر وانا ما شفتش ولا حاجة بس هو الدكتور زي ما انا سمعت انتو كمان سمعت وقال ان فيه ناس اتحسنت معاه على الكانسر بس طبيعي بيبقى فيه الحالة بتكون وصلة لغاية فين في اولها في اخيرها في وسطها احنا ما نعرفش حاجة حتى سمعت الدكتور بيقول ان التباع النظام بيساعد في استقبال الكيماوي اكتر وانه هو يفيد الجسم اكتر واكتر بمعنى كده ايه ان فيه برضو الدكتور بيسمح لحالات انها تاخد الكيماوي مع اتباع النظام وفي الاول وفي الاخر كل شيء نصيب وكل حاجة بامر الله وما فيش خطوة بنخطيها غير بامر ربنا وكله بيكون خير في الاخر عموما الدكتور دي قال الفكرة بتاعته والنظرية بتاعته وانحنا علينا ان احنا نقتنع بيها وناخد اللي يناسبنا على قدر المستطاع لانه هو مش قرآن حتى هو قال في الله في الاخير احنا بناخد الاكلة وبعد كده نفكر اذا كده هتتعبنا ولا لأ احنا علينا ان احنا نركز ونفكر قبل حتى ما ناخد حاجة من المسموحات ونشوف هتناسبنا ولا لأ وما نلغيش مخينا نهائي وننفذ وخلاص بنوتة برضو اللي بتسألني بتقولي بتعملي القهوة دي ازاي بقيت معلقتين من القهوة المعلقة بتكون اصغر شوية من المعلقة بتاع السكر والشاي اصغر منها شوية بسيطة كده على فنجان القهوة قلبهم كويس جدا جدا وي عادية جدا من الحنفية مش سقعة من التلاجة ولا اي حاجة وبقلبها كويس وبعد كده بحطها على نار هادية جدا وبسيبها بقى خالص وما بجيش نحيتها لغاية هي بتبدأ انها تعمل وش فوق كده قبل مطفور اكون طفي عليه وحطها في الفنجان بالنسبة لبوائي البن هيفضل طبعا في الكيس كده بوائي الكيس ده انا بحطه في الفريزر بقفل كويس جدا وبحفظه في الفريزر واول ما يخلص الكمية اللي عندي في المطبخ اللي انا باستخدمها باخد حبة تنين وارجع الكيس تاني الفريزر ده احسن مكان يعني خزن في البن ممتاز جدا جدا ما بحصلوش اي حاجة وبيقض معي فترة طويلة زي ما بقول لكم بفضل الله في حالات كتيرة جدا جدا عندي من ضمنها كمان دي اجدت حالة عندي بتقول السلام عليكم اختي دينا بحب اعطي رأيي في النظام الطيبات انا بفضل الله دكتور دياء العواجد خلصت من الكبد الدهني وحمد اليورك اسد بقالي شوية بس الكوليسترول عالي انا مش مع السكريات الزيادة والعصير المعلب افطر الصباح تستب القشطة والمربة وتغدى رزة او بطاة او برغل والحمد لله والحقيقة حلوة بحبك في الله وده فعلا اللي انا قلته خلال النهاردة ان احنا مش لازم كل حاجة ناخدها بالزبط ممكن حاجات احنا مش حابين ان تدخل جسمنا خلاص من دخلهاش جسمنا مع انها مسموحة وربنا يتم عليك الشفا والعافية ربو على كل اخوتي الرز المصري عايزة تشوفه الحبات بتاعته للمقارنة بالرز اللي عنده هنا بما اني تكلمت مبارح على الرز المصري وان الدكتور قال الرز المصري احسن من الرز البسمتي كتير كتير وهضمه احسن بكتير انا بستخدم الرز ده طبعا هو مش موضوع ان انا بقولك على الشركة بس انا بقولك انا بستخدم الرز ده حبة عريضة والرز بيبقى مكتوب عليه كمان متنقي ومقصول هو احسن رز ده انا بستخدمه بصراحة المركة بتاعت او الشركة بتاعت الهودود دي طيب بالنسبة لك مش لازم الشركة خالص احنا دلوقتي هنشوف الحبات بتاعت الرز شكلها ايه بالنسبة للرز المصري لما اجي بعمله وممكن بقى اي حد يستخدم الرز المصري من خارج مصر طبعا في مصر عارفين بتعمل ازاي الرز المصري المعيار بتاعه في الطبخ بتاعه معياره ونص يعني لو اخدنا كباية من الرز المصري هيبقى قصادها كباية ونص من المية علشان الكباية الرز دي تستوي هيحتاج نص كباية مية زيادة ودي الحبة العريضة بتاعته دي احسن حبة بصراحة انا ما بجيبش اي نوع بصراحة ماش بسترخص ده غالي على فكرة والحبة عريضة وممتاز جدا جدا في الطبخ ومش بيعجن وكمان بتبقى الحبية بحبتها كده وطعمه حلو قوي 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 انا دايما بشتري بالخمسة كيلو بيبقى كيس كده على بعضه بس المرة دي هنا اكياس لوحدها كنت جايبة خمسة كيلو برضو بس كل كيلو لوحده ارجع وفكركم بالصيام الجاف اساس في النظام ومن غيره تحسن صعب جدا ومستحيل لاي حد بيشتكي من اي مرض شفاكم الله يا رب وعافاكم وفكركم كمان لما نيجي ناكل كله واشربه ولا تصرفه اسمعوا لجسمكم شوفوا اللي بيتعبكم ايه ووقفوه اعملوا تحاليلكم اتطمنوا على نفسكم حب اعرف اراء حضراتكم من خلال التعليقات يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا بي ولو بحاجة بسيطة شجعوني بلايك للفيديو ومشاركة لجميع اصحابكم علشان الكل يستفيد اعملوا بقى كوباية كركديه واعملوا الاهل بيتكم كمان ويرو اتطبوا على قلبه لجلات مقابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم باي باي حلوين اشتركوا في القناة